طب نعمل ايه عشان يستطيع المربي ان يقوم بدوره انا عارف ان كلام النهاردة قد يكون محتاج مننا وراء وقلم ونجلس كده اول دور بيقوم بيه المربي هو دور الدعم خلينا نقول ان انت مش هتبقى مربي غير لما تدعم تدعم يعني ايه تتيح لكل واحد من ابنائك ان هم يقوموا بالمعاني اللي هم قادرين يقوموا بيها كل واحد عنده خصائص ومهارات جيدة وحسنة انت تخدمه ان هو يستمر في مسألة هذه المهارات الجيدة والحسن يبقى اول حاجة الدعم يبقى انت بتدعم الشخص عشان يمارس مهاراته بشكل صحيح العمر التاني انت بتدعم كمان الشخص ده عشان يقدر يحس بالامان وعشان كده يجي الدور التاني اللي هو دور المساندة ان انت تدع ان انت تساند من يقوم واهم حاجة في المساندة عشان احنا لسه نتكلم عن الادوات يعني ايه المساندة هو بيحاول يمارس تجربته وبيمارس دوره فإن اللي حصل فهو عشان يمارس تجربته ودوره لازم احتمال ان هو يغلط تعالوا اقول لكم حاجة احنا محتاجين حاجة مهمة جدا جدا محتاجين ايه محتاجين ان احنا نعرف ان من حق اولادنا ان هم يجربوا ومعنى ان هم من حقهم ان هم يجربوا احتمال كبير ان هم يخطأوا فلما يخطأوا احنا محتاجين ان احنا نتسامح مع خطأهم ويبقى ييجي الدور التالت اللي بعد كده اللي هو دور الارشاد ونرشدهم ازاي يتجاوزوا هذا الخطأ بغير ان نمنعهم من حقهم في التجربة احنا عندنا مشكلة مشكلة عويصة قوي ان احنا عندنا الشخص عندنا ما ينفعش ان هو يغلط ابني لازم يعمل حاجة صحة من اول مرة حتى لو كلفه ده كرمته حتى لو كلفه ده شخصيته حتى لو كلفه ده احساسه بان هو انسان محترم يبقى احنا لازم كمان نرشده مش نعمل ايه مش ان احنا نرشده بمعنى ان احنا نجبره على انه يعمل الخطة اللي احنا وضعينها المعنى الرابع اللي هو الدور الرابع اللي يقوم به انه هو يقوم بدور التشغيل ان انا اقترح عليه واشاركه في انه في مجالات اخرى ممكن يمارس فيها قدراته ومهاراته واكلمه عن جمال هذه الاشياء من غير ان افرض عليه شيء ولكن اوسع له مشهده الدور الاخيرة ودور التعليم ان هو يعلمه وهنا بقى التعليم عندنا فيه مشكلة شويتين تلاتة احنا عندنا التعليم كان فيه علم روسي بيقول كلام مهم او في التعليم يمكن ينفعنا بيقول ايه بيقول علم الكبار ان الذي يحكم العالم لابد ان يكون الانقى والاذكى فاخترع الكبار التعليم لكي لا يحكم العالم الاطفال يبدو ان احنا بنعلم اولادنا احنا بنعلمهم مخاوفنا لازم تتعلم يا ابني عشان محدش يضحك عليك ده خوف ده لازم تعمل حاجة الصح عشان فلان ما يزعقلكش انا وفي السوبر باركت لقيت الراجل ابنه مزك حاجة فقال له لا ما تاخدش الحاجة دي عشان عمه ما يزعقلكش فبالطبيع الولد الصغير ايه اللي حاصل هيخاف من عمه ويخاف يمد ايده على حاجة تانية فهو لما يخاف يمد ايده على حاجة تانية مش هيبقى له اختيار فانا منعته من انه يكون له اختيار وعلمته ان اختيارك بيساوي ان في حد يتعدى عليك بالزعيق او بالعنف طب ليه كده لان احنا مش متعودين على ان التعليم يكون بالاتاحة ان التعليم بيكون بالتبادل انا وبقول لكم انتوا بتعلموا اولادكم سواء كنتوا مدرسين او سواء كنتوا ابقوا امهات لازم تعلموا وتحطوا قدامكم مبدأ الطفل المعلم لازم وانتوا بتعلموا الاطفال التعليم يكون رايح جاي لازم التعليم يكون بالتجربة لازم التعليم يكون بالطريقة اللي تتناسب مع حياة الاطفال لكن ان احنا ندخل الاطفال في كابسولة ونظن ان احنا لما نمنى رؤوسهم معلومات احنا كده بنعلمهم الحياة هم مش هيتعلمهم بالطريقة دي لازم ادربهم على انهم ما يخرجوا مهاراتهم وحضرة النبي شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة انا منكم مثل الوالد للولد طب عملت ايه حضرة النبي بقى عندنا اقرب الناس اليه مش هنتكلم على عشر مبشرين بالجنة لكن هنتكلم على الاربع الاقرب اليه سيدنا اوبكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان رضي الله عنه ايه اللي حاصل سيدنا اوبكر كان نموذج حق غريبة جدا نموذج في الهدوء والحكمة طب وسيدنا عمر نموذج في الانجاز ونموذج في الادارة الحكيمة وسيدنا عثمان نموذج في الاخلاق والخدمة المجتمعية وسيدنا علي نموذج في العلم والمعرفة والحكمة والنور اربعة من اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد فيهم كان نمط من الانماط المختلفة